اشتركوا في القناة وحياكم الله ومشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تنطونها رأيكم بالمواضيع اللي راح نطرحها لكم أو بالمواضيع اللي عدتكم وتردون تطرحوها للقناة والمشاهدين المشاركة عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة اللي ما يقدر يتصل لأي سبب كان عدنا رقم بالأخير جواب صفة إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة أتمنى تكون رسالة مكتوبة ومو رسالة صوتية أو اتصال ما نقدر نستقبلها عبر الواتساب بس يكتب لي رسالة شنو اللي ريدي يقوله أتمنى تكون متبعة باسمه مكانة نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم مشاهدين يا كرام نبدأ حلقة اليوم أول ملف من ملفاتنا واللي هو ملف الاتخابات والقانون اللي تحاول حكومة الإطار والأحزاب والكتل أنه يقروا اللي هو قانون سانت ليغو المرفوض من الشعب هذا القانون بسببه صارت هواية من التظاهرات واللي تعتبر هي أكبر التظاهرات لحد هاي اللحظة من بداية تشكيل حكومة محمد السوداني بنهاية تشرين أول من السنة اللي مضت وصارت بها عمليات قطع طرق قطع طرق رئيسية وحرق تائرات بالعاصمة بغداد ووسط العراق وجنوب البلاد سوتها قوى مدنية مختلفة وتفعلوا وياها الناس ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً بالبرلمان ناشطين الدولة وصور أظهرت مئات المحتجين ويالتائرات المحترقة اللي قطعة الشوارع بمدن أدى أبرزها بغداد النجف واسط ذيقار بابل وغيرها من المدن ورددوا المتظاهرين بها هتافات ضد حكومة السوداني إلى جانب الزار العديد من المتظاهرين البيانات الرافضة التمرير قانون سانت ليغو المرفوض شعبياً وعدنا هنا بيان إلى متظاهرين محافظة المثنى حول قانون الانتخابات سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والتي تحاول القوى السياسية تمريرها هاي الأيام حتى يعززون سطوتهم ونفوذهم على الدولة أكثر جازالت أحزاب الفساد تتجاهل مطالب الشعب ومعاناته ونداءات المرجعية الدينية اتجاه إقرار قانون الانتخابات منصف وعادل وها هي قوى الإطار التنسيقي وحلفائه تقف على بعد خطوة واحدة من إقرار قانون سانت ليغو المفصل الإطاري والذي يضج بمنافذ التزوير واحتكار السلطة وهو ما يعني أيضاً إعادة مجالس محافظاتهم الفاسدة لذا كان للأحرار اليوم في أغلب المحافظات العراقية موقفاً موحداً بالتصعيد في خطوة أولية فإن جنحوا لصوت الشعب فسنجنح للتهدئة وإن استمروا بتغيانهم في تجاهل إرادة الشعب وحقوق الأمة ومعاناتها فمزيدهم من التصعيد وليعلم جميع النواب فإننا راصدين ومراقبين لكل مواقفهم اللجنة المركزية في العراق هذا الرفض الشعبي اللي موجود بمحافظات المثنى من المتظاهرين هناك وهذا بيانهم سمعتوا نطلع السمو نروح إلى بابل اللي حرقوا بيها المتظاهرين تايرات السيارات وأغلقوا مبنى مجلس المحافظة وهددوا أنه راح تكون عندهم خطوات تصعيدية ثانية إذا أصروا حكومة الإطار والأحزاب والكتل والميليشيات على تمرير مشروع قانون سانت ليغو الانتخابي وأكدوا رفضهم إعادة فتح مجالس المحافظات حتى تتحقق مطالبهم بأنه ما يمرر هذا القانون خلونا نشوف وفاعل رماء الطاهرة نرفض بشدة إعادة مجالس المحافظات بكل قوانينها التي تم قراعتها داخل البرلمان العراقي التي تصق بصالح قوى الخارج وصالح أحزابهم وميليشياتهم لذا نرفض تمرير قوانينهم رفما على الشعب وإرادته لذلك قررنا نحن توار بابل إعادة ثلاث مدنى مجلس محافظة بابل ولنا سطوات تصعيدية أخرى أشد منها في حال تغاضيهم عن إرادة الشعب في حال تغاضيهم عن إرادة الشعب وكذلك تحمل كل ما يحدث في الشارع العراقي للنواب الذين خانوا العهد ومتاق الوطن وكما نحذر حكومة السوداني وكما نحذر حكومة السوداني من إعادة تكرار ضمن الشعب كما فعلته الحكومة السابقة كما فعلته الحكومة السابقة حكومة القنص والقدر هنا نتشلنا بابل إذا ردنا نفكر ونعرف ليش الأحزاب والكتل السياسية هذا صر على قانون سانت ليغو أحد الناشطين اللي تشوفوا رأيه راح يوضح لنا بهالتصوير وبهالفيديو أسباب ودوافع حكومة الإطار التنسيقي اللي يترأسها محمد الشياء السوداني أبو الله ليوفقني واللي يردون يقرون سانت ليغو الانتخابي وإذا ما أقر هذا القانون وتم تجاهل الرفض الشعب الواسع لمشروع القانون شنو هي أوجه الخطورة اللي راح تنعكس آثارها على الشعب العراقي خلونا نسمع سويا تم تمرير القراءة الثانية لقانون انتخابات مجالس المحافظات وهذا القانون اللي رفض الشعب رفض واضح وصريح في تشرين وعلى أثرها تم إيقافه باحتبار هذا القانون هو باب من أبواب الفساد والابتزاز وكذلك أخذ الآتاوات من قبل أعضاء مجالس المحافظات للمحافظين والمسؤولين بالمحافظة وكذلك لمدراء العامين يعني دعك عن المخصصات والرواتب واستنزاف الأموال من الدولة بدون نفع يذكر على المستوى المحلي كذلك هذا القانون وانتخابات مجالس المحافظات اللي يرتبط بها أيضا المجالس البلدية وكذلك المجالس المحلية وأيضا هذه حدث ولا حرج عن الفساد اللي يحدث بها في السنوات السابقة تم يقاف هذا القانون والانتخابات هذه في تشرين والآن القوة الإطارية جاية تحاول أنه تعيد مرة أخرى كذلك إذا ما تم إعادة قانون مجالس المحافظات رح يتم إعادة العمل بقانون سانت ليغو وهذا القانون السيء الصيط المعروف وأيضا اللي تم رفضه بالشارع العراقي والمحتجين في تشرين وانطينس يعني عشرات بالمئات الشهداء والجرحى والمغيبين في سبيل الخلاص من المنظومة السياسية الفاسدة اللي إجت وتربعت على سلطة العراق من خلال هذا القانون عندي سؤال ينطرح هنا قبل ما أقرأ التعليقات هما شنو صرارهم على مجالس المحافظات يعني بدل ما يفكرون بمجالس المحافظات لو يفكرون مثلا بالتعينات لو يفكرون أنه مثلا العقود لو يفكرون مثلا بالنازحين أنت تعرفون يعني إذا صارت قانون ساتليغو إذا مرر وصارت انتخابات وجدت مرتلوك رئاسة مجلس المحافظات أو مجالس المحافظات عدنا رئيس مجلس المحافظة والنواب ماتة والمكتب الإعلامي مع المجلس المحافظة ومقرر مجلس المحافظة وما أدري شنو اللي يتبع المجلس المحافظة وسواق يتبعون إلى رئاسة مجلس المحافظة ونقلوا نثريات وما عرف شنو كلها فلوس هاي آني لذكرهم حتياتهم الله يعلم بعد شكو راح تصير برئاسة مجلس المحافظة فأتوا بدل ما تفكرون أنه مثلا 18 محافظة أو أكتر تسولها رئاسة مجلس محافظات وتعينوا الناس بها تابعين لكم حسب المحاصص الطائفية اللي يرفض الشعب بدل ما تصرفون المصاريف لا أروح أعين العاطلين عن العمل أروح أكمل الرعاية الاجتماعية أروح أرجع النازحين وابنيلهم وبيوتهم ليش ما تفكرون بهذه النقطة الناس لما شافت هذه الفيديوات علقت على هذا الموضوع لوقانون سانت ليجو أول تعليقين من تويتر منتظر شاووشي غرد لن نسمح لحكومة العملاء الإيرانية بتمرير القوانين كيفما أرادت هاشتاغ حرق الإطار وأبو خديجة يقول لكي يعلم الجميع هناك شباب لا يهابون الموت ولا ينكسرون رغم كل ما حدث وسيثبت جميع ثوار المحافظات الشباب اليوم لنحرق حكومة الإطار وبالإطارات هاشتاغ حرق الإطار حسن علي بدأ التصعيد بمعظم المحافظات العراقية على أثر تجاه الأعزاب الإطار رأي الشارع العراقي والعودة إلى قانون الانتخابات السابق وطريقة توزيع الأصوات سانت ليجو التي يرفضها الشعب هاشتاغ حرق الإطار والمواطن مهند الوائلي غرد ويقول محافظة بابل الغراء تعلن رفض قانون سانت ليجو الذي يريد الإطار تشريعه داخل قبة البرلمان الفاقد لشرعية الشعب هاشتاغ حرق الإطار وكانت هاي التغريدات حول قضية قانون سانت ليجو اللي تعاول حكومة الإطار التنسيقي إنه تقرأ بالبرلمان واللي انقرأ قراءة ثانية عبد الرزاق من باب الحياة كلا يا عبد الرزاق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيد أسهل بالنسبة للمظاهرات اللي جاي نشوفها يعني المحافظات بالفترة هذه نعم هي ترى هذه المظاهرات هي مفتعلة نعم دخليني نكونوا ياك دقيق مفتعلة بين الأعزاب بأنه هاي الحكومات اللي إجتت هي تستأنس بالأزمات نعم فهذا اتفاق ديناتهم بين الصدرية والإطار يدفع ثمنها المواطن البسيط نعم يعني شنو الإقانوصات ليغو تاكيس بيكو هذه كلها ترتيب ديناك بصدقني نعم وإلا احنا طلعوا للشباب في وقت شريط طلعوا بالفترة السابقة ويعني المفروض احنا نستفاد من الأخطاء اللي سبقت وإذا جمعها نفس الحالة جايك روح نفس الطاس والحمام أم نفس حرق الإطارات وقطع الطرق يا هذه مضارها انت جاي تخدمني كمواطنين لو جاي تضرني يعني أولها حرق الإطارات يا استاذ أفر هذا تشويه المدينة والشيء الآخر به هذا أمرار عن مواضي يا شوو احنا يعني عايزين لنا أمرار أكو طرق أخرى يعني أهديك الأحزاب روح توجه عليها إنت يا تائر يا منتفض روح توجه على الأحزاب خلصنا منهم أما أنت تجي تقطع الطرق وتحرق الإطارات يعني أنت راح تأثر على الناس هاي الأبرياء أنا أقول لك يعني ذولة قادت قادت هاي المظاهرات هذه صدقني ذولة مرتبطين بأحزاب بس اللي يمشونوا وراهم يعني حقيقة صراحة المغيبين والناس اللي مجا يفهمون الوضع السياسي شون جايين دار لأن هم ذولة كلهم صدقني هم يستفادون من هذه الأزمات يعني هذا إتفاق يعني نستفاد من الأخطاء بالثورة التشرين اللي يعني صراحة يعني أرعبت للحكومات لأنهم مو نعيد نفس الأخطاء احنا علينا أن نصحي الأخطاء ونجاوز هاي الأخطاء بطرق طرق جديدة وبعليات حديثة ما لنجعل حرق الإطارات وقطع الطرق يا أستاذ أفل فهذه أتمنى رسالة تصل للتوار المتفضيين أن يبطلن هذه الطرق لأنه الضرر الرئيسي هو على المواطن فأكو طرق أخرى نستفاد من عسل غير هذه الطرق بحرق الإطارات وقطع الطرق شكرا لك أخي عبد الرزاق عبد الرزاق من باب الوجه رسالة إلى المتظاهرين والثوار بأساليب أخرى أو باتخاذ أساليب أخرى غير حرق الإطارات والدخان اللي يتسبب إلى إزعاج الناس نتمنى أن تسمعوا وتنظرون شين هي الأساليب الأخرى اللي تفيدكم نروح حسا إلى دوائر ومؤسسات العراق اليوم دائما هاي الدوائر بيها معاناة شبيرة للمواطن ووحدة من هاي الدوائر هي دائرة الرعاية الاجتماعية ونبدأ من وين أكيد من عاصمة رشيد بغداد نروح لهناك لدائرة الرعاية الاجتماعية نلقى الناس متكومة وازدحامات قدام شباك رقم واحد شباك واحد بس بالدائرة اللي يشتغل والناس دا تشتكي بسبب عدم إكمال معاملات المواطنين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعاصمة العراقية بغداد تردون تشوفون حال الرعاية الاجتماعية قدامكم اشتركوا في القناة ها تحميش ومعرف شل نفض ربع ساعة يعني بالساعة الوحدة أربع معاملات يعني إذا قلنا الدوام الرسمي إذا فعليا بيشتغلون ثمان ساعات في أربعة ثلاثين وثلاثين معاملة باليوم اللي شفناه بالفيديو بيهمية شون راح يكملون هاي إذا حشينا ما شاء الأمور تمام ما كوا تسخيط الحال المزري للدوائر الإراقية مو بمحافظة وحدة لا بأكثر من مكان هسا نسافر من بغداد وننزل للجنوب المحافظة البصرة نلقى الوضع هناك نفس الشي إذا مو كان أتعس فنشوف مراجعي دائرة رعاية الاجتماعية بالبصرة مضطرين يتسلقون بيبان حتى يقدرون يدخنون للدائرة ومنهم فوت جوة نلقى المراجعين متكدسين واحد فوق الثاني بصرة طويل جدا على النوافذ المخصصة لتسيير معاملاتهم هاي المشاهدة بينكم حجم الفوضى بدوائر الدولة اللي تعاني من سوء الإدارة والتنظيم خلونا نشوف مشاهديني كرام دولة مراجعين دولة مد يهربون من المدرسة لا لا دولة مراجعين واحد طلع من الدائرة واثنين داي طبون هسا واحد لخ طلع وقع واحد من فوق الباب تلقوا من جو أكيد صعد اللخ احنا نشوف حالة لمراجعين داي طبون الى دائرة حكومية حتى يراجعون بيها احنا نشوف الناس باعوا الازدحام باعوا الهوسة اللي موجودة جوه هذا التنظيم اللي موجود الالكتروني ويعني حوسبة الحكومة ومراجعات الحكومة ماعرف لا القاعة تتحمل هذا العدد ولا الشباج يتحمل هذا العدد واذا تباعون دولة كلهم على هالشباج بس واحد تخيلوا مشاهديني كرام اللي ملاقي او الناس اللي ملاقي او ما عدا شغل ولا عمل ولا مورد ان وجدت دائرة الرعاية الاجتماعية حتى تعيني بس بالعراق لا العكس تخيلوا واحد ما عنده كل ذني وما يقدر يضيف اسمه بقوائم الرعاية مو اشهر لا سبع سنوات على الرغم من حاجته هذا الشي الى راتب الرعاية الاجتماعية ليش لانه هو مصاب بمرض السرطان ربي شافيه وما عنده المقدرة انه يدفع تكاليف العلاج اللي انتو كلكم تعرفون تكاليف علاج هذا المرض بوطنه الغالي شقد غاليه ومهلكه الله يعين كل مصاب ويشفيهم يا رب فما بالك اذا شخص مريض بهيش مرض ربي شافيه وما عنده مقدرة انه يدفع وما عنده شغل واذا ما فكرنا ودورنا راح نسمع السبب الحقيقي واللي اشار الا احد الناشطين على انه السبب الحقيقي بعدم اطلاق اسمه ضمن الوجبات اللي طلقتها رعاية الاجتماعية هو انه اسمه ما مرغوب بيه خلونا نسمع دائلة وزير العمر الشؤون الاجتماعية يعني لان شخص اسمه صدام صال لسبح سنوات يقدمه ما منشمه عنده عجز كلي عجز مئة بالمئة بس لان اسمه صدام صال لسبح سنوات ما مشمول اذا شنه ذنبه شخص اسمه صدام شنه ذنبه شنه داخله بالموضوع شنه شغل يعني اولا عنده حج صدام عنده ورم وعنده يعني مرض خبيث ووضعيته انه هو عنده عجز مئة بالمئة حج صدام السلام عليكم السلام عليكم السلام شلونه وضعك والله وضعي ايدي ما اتمشي اي هاي همشي تشريها بالرقاء زيان والله استاذ الرحمن ادري هاي معاملات تقدمنا كل ما نقدم بالوجبة الجاية بالوجبة البعدها بالوجبة البعدها هاي صار سبع سنوات صدام هاي تشوف وضعه عاجز عنده سرطان بالدماغ سوينا لعمليتين وهسه محتاج عملية وما عنده شوف حتى بيته كهرباء ما مأسس زيان اسمه موجود بالحاسب اسمه يدقونه بالحاسب يوم موجود اسمه ومبحوث وكامل راح انطلقه لك بالرابع انطلقه بالخامسة بالساسة اخر شي ثامنة راجعهم قاله والله راح نشيل المعين عنك وانطلقه اليك بالتاسع هو انت صار فيه المعين وهو ما الى راتب هو ما الى راتب يعني هو كل شهر مراجعته المستشفى الاورام بالنجف او بالحلة ما يقارب الثلاثمائة الف كل شهر وهات تشوف وضعيته يعني الف دينار ما يطب يحتاج نقلق على الموضوع الموضوع مبين تخيلوا شخص عاجز كلامه ثقيل مصاب بصرطان بالدماغ عنده مشكلة في رجله ربي شافيه لكن تخيلوا هاي كلها انضافت الها انه اسمه لانه اسمه فلان ممنوع ياخذ راتب او ممنوع ياخذ اعانه او ممنوع الدولة تعينه شوكت صارت بتعاليم الاسلام يا الاحزاب الاسلامية انو احنا نتعامل بالاسم بعد ما شافت الناس هذا الفيديو علقت على الموضوع اول تعليق موجود ويانا من محامي منتصر محمد العطبي يقول اغلب دوائر الدولة وخاصة في محافظة البصرة عبارة عن اذلال متعمد للمواطن لا مسؤول يطلع من مكتبه ويتابع عمل واداء دارته ويراقب موظفيه الا ما رحم ربي اما كاظم البصراوي افسد دائرة والله العظيم ولكم والله اكبر هي دائرة خدمية بحت بحيث المفروض شك وموظف بيها يفحصون انسانيته يلا يخلونا لانشك واحد محتاج وكادح راح يراجع هاي الدائرة بس ما نقول شي غير حسب الله ونعم الوكيل الله يكون بعون هاي الناس اللي تراجع هاي الدائرة علي نصير لمتاني يقول اعتقد انهم يفتعلون ذلك حتى ينشط سوق المعاقبين ألم يعلم وزير العمل انه تقديم الالكتروني فلماذا هذا الازدحام على هذه الدائرة الفوضوية وغير المنظمة من اول يوم تم تأسيسها وعبدالله المياح يقول كل دوائر العراق نفس المأساة فشانت هاي تعليقات الناس حول هاي القضية ونتكلم هسا احنا عن قضية دائرة الرعاية الاجتماعية ومعاناة الناس وياها ابو عمر من الناصرية شنو تعليقك على الموضوع عليكم عمي فين هلا بيك يا الغالي اشوالك عمي وياك ابو عمر تشرين من الناصرية والنعم منك ونهال الناصرية وتشرين والنعم منكم والله وانتو طيبين والله العظيم بالنسبة للرعاية الاجتماعية رعاية الاجتماعية دولة حرامية انا دولة حرامية ودولة جايهينون المواطن العراقي نا اسمعني اسمعني خلي اسمعني هذا وزير العمل خلي اسمعني نا اكبر حرامية دولة اكبر حرامية والله العظيم قسمان عظما اكبر حرامية نا بس والله والله دولة حتى عتم سماسرة خارج الدائرة دولة يجيبونهم حتى بفلوس نا هذا شوفه يطلع يحكي يحكي بالمواطنة كل مواطنة معكم انتم ماكم المواطنة عندكم جل ولا نا والله معكم مواطنة واحدكم على عدة مواسرة يصير به مواسر يسويه 25 مليون بس مواسر موسة زي اللولة نا وهذا المسكين المواطن عراق كار على عيشة خطيئة عدة عائلة هلء هنا يحدث هما يعني فيه سلطانه المسكين ان شاء الله س مع الان نصير به يا يعني والله العظيم ان شاء الله ساربيكم انتم ان شاء الله ساربيكم بالحزاب انتم سوتوا بالعالم انتم ماiziنا سوتوا بالعالم سين نا نابتي ستتعون لنه مشعلس المحافظات والله احنا عايزين بوق والله عايزين بوق نعم 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 نروح إلى واقع القطاع الصحي هذا الجانب اللي يمس حياة المواطن هذا القطاع اللي من المفترض أكو إلى أولوية لأن المرض لا يعرف وقت ولا يعرف شبير ولا يعرف صغير ولازم المريض يتعالج ويرتاح مدري منين كان هو من يا طائفة من يا ملة من يا ديانة لأنه تعاليم ديننا الحنيف تحتم علينا هذا الشي حتى ويا الأسيرة من العدو لكن الواقع الصحي العراقي مزري أنا راح نحكي على مقطع رزا وبي مواطنين من بغداد الحال الموجود بمستشفى الكاظمية وشلون وصلت مستشفى الكاظمية بها حال بسبب الإهمال بسبب غياب أعمال الصيانة بسبب كل شي خصوصا إذا شفتوا حال الأروقة والممرات والكوليدرات مع المستشفى خلونا نشوف موسيقى 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 هاي مستشفى اللي المفروض ما بها مكروبات هاي هاي يعني هاي واحدة من الأماكن اللي المفروض بها تعقيم و بها صيانة و بها متابعة و بها إنارة و بها أجهزة لازم تشتغل تخيلوا هذا حال مستشفى لا أتعبالكم بس ما يقدر يشغل جهاز الأشعة على الكهرباء الحكومية و ما يشتغل هذا الجهاز إلا لما نأكو كهرباء من المولد المراجع شي يقول أنه السبب هو الكسل الموجودة من الكادر الطبي عن أداء الواجب من خلال تصريف المرضى من المستوصف اللي هما بيه إلى أماكن ثانية وبأسباب غير حقيقية دعونا نشوف تخيلوا الكهرباء مع العراق اللي يا درجة من السوق سلام عليكم هذا المستوصف مع البهرز إش كبرى إش قد جهاز مع الأشعة ما يشتغل على الكهرباء إلا على المولد و أينكو هاي شكلاوات بس يدفتهم جهاز مع الأشعة شلون ما يشتغل على الكهرباء والله العظيم يتعزون التكاترة حسب الله و نعملوا كل عليهم سلام عليكم هذا المستوصف مع البهرز إش كبرى إش قد جهاز مع الأشعة ما يشتغل على الكهرباء إلا على المولد و أينكو هاي شكلاوات بس يدفتهم جهاز مع الأشعة شلون ما يشتغل على الكهرباء والله العظيم يتعزون التكاترة حسب الله و نعملوا كل عليهم تخيلوا نرجع البغداد بهالمقطع و نشوف معاناة شبيرة للمراجعين المستشفى العلوية بسبب ترد خدمات الطبية بالمستشفى و يوثقون بمقطع مصور تخيلوا الطبيب المقيم ما للمستشفى ما موجود الأكثر من الساعة يعني المريض يتلوه هو ماكو خلونا نشوف ترجمة نانسي قنقر بعيدة عن الوصاخة بعيدة عن الفطريات بعيدة عن الرطوبة بعيدة عن الناس متربعة و قاعدة بالقاعدة بعيدة عن كل شيء تخيلوا تروح إلى المستشفى بالليل و الطبيب المقيم ماكو تيجي تحكوا يا المريض ماتك عيني المرض ها خويا شبيك انتظر ساعة الطبيب ماكو هسا يجيك إيه تتدلل بعد ما وجعه تخيلوا الحال و إذا رحنا نناحية النهروان هم ببغداد نلقي هناك شكوى الأهالي الناحية من ترد الخدمات اللي تقدم عندهم بالمركز الصحي الواقع الصحي بيها شلون أنا أقول لكم المستوصف مال الناحية ما بيعدد كافي من الإسعاف أو من سيارات الإسعاف والمستشفى ما بيها غير سيارتين ويتسألون الناس شلون يقدر هذا العدد من تلبية احتياجات منطقة و ناحية بشكل كامل واشتكوا من الإهمال الحكومي خلونا نشوف لا أسعافات ولا مستشفى ولا مستوصف ولا إشاعة ولا تهليل نعلة الله عليك و إلى يوم الدين كم مرناش دينا كم مرناش دينا كم مرناش دينا نقول منطقة مظلومة منطقة بالكوبة منطقة بكل الأمور بقالتها منتهية هاي الحالات بجاعة تصير جدام عيونك اليوم أربع حالات اليوم حادث أربع حالات إنها الوالد نايمة مش شالع بالليل المستشفى ضالة بس بس اسعافين الله يرضى ثلاثمائة ألف نسمة بس اسعافين الله يخبر هاي المنطقة شقدها شكبرها بس اسعافين و بس سايقين إذا ما موجودين تموت الناس هاي يتجمر ناش دينا بس اسعاف واحدة اسعاف واحدة بس واحدة موذنية لها واحدة مال الطوارئ يسمونها واحدة مال هذا المستشفى هذا الدم الشارع واليوم الحالات والحوادث كثرت والنهروان ما حد منتبه لولا واحد يباوع له الناشد من محاكي من منه الناشد من محاكي هاي الناس ملت ملت والله ملت من المناشد يعني ما حد يستجار من الليل ما حد يستجار شو تسويه وعديل أحمود من شاهد وزيرات صحة راح تشترات لي أحذية طبية للممرضين بخمسة مليون مدرب ستة مليون دولار وما فكرة تجيب سيارات اسعاف إلى النواحي والمستوصفات الناس لما شافت هذه الفيديوهات اللقاته من فيسبوك يوسف البابل يقول مناشدة إلى وزير الصحة عدنا مستوصف الحلة يمكن بي ستين موظف بس كل شي ماكو كلها نايمة وساعة تسعة الصباح يدامون ويروحون يروحون ساعة اثمائش الظهر خوش دوام ما شاء الله نيفين حميدي تقول طبعا النظام الصحي في المستشفيات يتطلب بطوارق طبيب اختصاص لأن حالات خطرة تجي بس المقيم ويظل يفر بأذانة وما يقدر على الحالات الخطرة مو عندنا نظام صحي معتمد يعني فدك الزهرة تقول من أمن العقاب ساء الأدب لو كان أكو قانون ويحاسب المقصر اسماعيل العيساوي هذا واقع أغلب المستشفيات للأسف والأدهى والأمر في أحد المستشفيات الطبيب يعالج المريض عبر الهاتف يعني احجاب التلفون افتح حلقك ايه عندك بلاعيم حبيبي روحوا خذ هذا الدول فلاني افتح قول آه ما شاء الله أبو عمر من بغداد حياك الله حياك الله استاذ أفل وحيا الله كادر قناة الرافدين وجميع المشاهدين الكرام حياك الله استاذ أفل المعروف عنا وزارة الصحة اللي يعني نقدر نقول هي خدمة إنسانية تختلف عن باقي الوزارات اللي عندنا موجودة بالعراس هاي الخدمة الإنسانية اللي يتحملها وزير الصحة ورئيس وزراء محمد الشياء السوداني او اي رئيس وزراء اللي هم يتحملوا هاي خدمة إنسانية تجي للمواطن العراقي او لأي إنسان كان يعني من أي دولة دخل العراف فاضي حاضر فصارت على عملية مفاجئة هاي المفروض تقدم خدمة إنسانية للمواطن هاي الزيد من إنسانية الدولة الزيد من اهتمامها للشعر الزيد من حب الدولة للمواطن فللأسف احنا ما ما شفنا من هاي وزارة الصحة او اي خدمة إنسانية اكو حالات تصير عندنا بالمستشفيات اللي عندنا ببغداد ومحافظات يعني من نصير عندنا حالات خطرة حالات الدهس حالات العملية وحالات الولادة او حالات إنه الحروف اللهم يشينا كل شرط هاي الأمور المفروض تهيئ وزارة الصحة الهوم العلاج والدكاترة خلال 24 ساعة دوار يكون مفروض الكادر متواصل نعم شكرا شكرا لك أبو عمر وان قطع لتصالوا إياك اتمنى لو مكمل رأيك بالموضوع مشاهدين يا كرام نحجينانا بملفنا الرابع عن ظاهرة انتشرت بشكل كبير وهي ظاهرة الكلاب السائبة هاي ظاهرة لتشلاب الدايحة بالشارع أبد مو صحية لازم اكو رقابة لهاي القضية ومتابعة دورية ولازم السلطات تعرف اشقد عدد الحيوانات السائبة بالشارع ان كانت تشلاب وغيرها وتعرف تفاصيل كل حيوان طبيا ليش؟ حتى اذا صار هجوم لا سمح الله يداركون الموقف بس همنا نرجع ونقول هذا الشي مو بزمن حكومات الاحتلال هذا بغير مكان بالعراق مثلا بمحافظة قادسية نسمع شكوى سكان مدينة الديوانية اهالي الديوانية بالقادسية يشتكون من انتشار الكلاب السائبة خصوصا بالمناطق النائية وانتقدوا اهمال الدوائر البيطرية بأداء وظائفها في تخليصهم من خطرها على حياة المواطنين خلونا نشوف خلونا اداء ماتكم عنا من موسي الشارع عمنا هي الكلاب السابع من اللي الاتنم اهو الدس الالس الشوارع دس المناطق ايش وقت كاف فوقها ايش وقت نزو الدس الالس شارع اعتم دات ربي اهو داتي بيطرها ماتكم عنا الموسي الالس الشارع والله العظيم كافر ادرحوين عدم نصير المصائب هاي اطردم لسهم اشتركوا ولم تفاونا اراجعوا ولم تفاونا لدىنا منخذنا من لا يجب محاكم زيادة المحاكم ليسوا عنما يقومون حين نتحدثنا سوف اذهبوا سوف يتصلوا لحسموا لم يجب سوف اذهبوا كل المواطنة من الديوانية يمشي وياه دونكي لأنه إذا طلع له تلبي يهفه بالدونكي يروح بس أنا بعيدة عن اللي دايح شي بالفيديو هذا أنتو شفتوا الشارع منظره شونة؟ هذا الشارع بالعراق سنة 2023 بزمن الميزانيات الانفجارية مع الأسف هو هذا حال العراق شلاب سايبة شوارع خربانة مستشفيات خربانة مستشفيات تنقط ديم اه تنقط ميمان مجاري غرف مع العمليات أسوأ ما تكون أنه هي عبارة عن حظيرة مو مو غرفة قوارض وقطة يفترن بالمستشفيات تخيلوا إحصيني يفترن بوزارة النفط نطلع نطلع من هذا الأمر والله ويذكروني الشباب يكون ترون الطبيب يدخن جاير بغرفة عمليات لو وحده دا سوا عملية والكهرباء ما يكونوا يشتغلون قلوبات مع الموبايلات مهم مخاطر الكلاب السائبة مو بس زعاج أو مصدر قلق للناس لا أكبر لهالسبب نشوف اللي صاره بمحافظة البصرة مثلاً اللي ورايه بسبب انتشار الكلاب السائبة بشكل شبير واللي ما لها متابع ولا أكو حملات المكافحة هاي الظاهرة صار اللي صار واللي هو جاهل راجع من مدرسته لبيته ويتعرض الهجوم شرس من هاي الكلاب خلونا نشوف شاء وينكم يا الصحة كلانا تشلاب والله جيت من المدرسة حاليت وكلاني حتى منها هاي عظة منها أنا وهاي بيدي ومنها أنا هاي وحدة بايا هاي بايا ماشي 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 بس سموموني يتعادوا سموموني تعادوا السؤالة أرضى طرحة هنانة هس هذا الطفل لازم يضرب 21 أبرة اللي هي داع الكلب موجودات لو أسلم لي ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على الموضوع وأول تعليق موجود ويايا من فيسبوك حسين أبو شاهيني قول يعني موضوع الكلاب السائبة هاي الفترة كلش خطر ولازم الحكومة تسوي حل مو مال سكتة جاي يشوف أعداد هائلة هذا لو ابني أشتكى على الحكومة المحلية انتم قبل فترة اجتماعتوا قريتوا مبلغ لمكافحة الكلاب السائبة وين صار المبلغ ما حد يدري حقك والله سيد مالك الصافي وين دور الصحة المفروض يتحاسبون وعمر العشاق يقول هي للشلاب تفتر بداخل المستشفيات وماكوا أي مكافحة وزينب القريش يقول الكل جاي يتعاني من الكلاب السائبة والكل تستغيث وتناشد والحكومة المحلية ما حركت أي ساكن هذا الموضوع خطير يهدد حياة المواطنين وبالخصوص النساء والأطفال نعم أكثر الناس اللي تعرضون للنساء والأطفال لأنه الرجل بإمكانه أن يتعاملوا مع الموقف يقدر مثلا يضرب يقدر يلزم أما المرأة والطفل شنو اللي ساووا شفتي أو شفتوا يا ناس الطفل اللي قدامكم شنو نوع الهجوم اللي تعالى الله لكن السؤال اللي ينطرح هنانا أحد المعلقين بالبداية قال أكو قراءة صارت إلى رقم بالمحافظة عن مكافحة الكلاب السائبة الرقم وين؟ أو المالات وين؟ بياجيب؟ ويميا باي؟ حتشونا بيها؟ مشاهدين الكرام نروح إلى فقرة أنت ترى هاي الخدمة اللي وفرتها قناة الرافدين الفضائية حتى الناس تصور وتوثق وتقول اللي عندها عدنا مجموعة من المحامين بناحية السدة الهندية بمحافظة بابل محامين سدة الهندية طلعوا بتظاهرة يطالبون بيها أن يتم الكشف عن مصير بناء المستشفى ما للناحية اللي كان من المفترض أن ينبني اللي قالوا أنه أكو موافقات رسمية وأكو كل شي جاهز لكن المستشفى إلى حد هاي اللحظة بالناحية ما موجود وهذا الشي ده يتسبب بزياد عدد الوفيات بسبب أنه الناس ده ينقلوهم من الناحية إلى مستشفيات ثانية بعيدة هواية عن الناحية خلونا نسمع المحامين شو يقولون والله يا أخوي إحنا مؤمن المعقولي بالقرن الواحد وعشرين وإحنا نداعينا المستشفى يعني مركز صحة مالتنا اللي بالسدة الساعة بالوحدة الظهر يعزل الناس ذات تتخربط يروحون بالطريق يموتون يمي السيتة ما يوصل لأن إحنا بوعد عنه نمسيب عشر كيلومترات كل شي هوي بينما عندنا هنا بالقاطع الصحولة عشر دوانم البلدية ما تقبل يتحولها للصحة على مدبنون عليها مستشفى عام إحنا مئة وثلاثين ألف نسمة وقالون الدولة يقول كل مئة ألف نسمة مستشفى عام وإحنا مئة وثلاثين مركز صحة موعدنا من مدير الناحية إنه يوضح لنا سبب امتناعه عن الفضور سبب امتناعه عن الفضور اللي غرض مقابلة الجماهير هو عنده علم مسبق قبل شهر موعد المظاهرة ووعدنا إنه هو رح يتابع موضوع المستشفى وإحنا جئنا بهاي المظاهرات على مدشوف وين آخر إجراءات متابعته لبناء المستشفى حربة حربة فالريد توضيه من مدير الناحية سبب امتناع عدم فضور هذه المظاهرة جئنا إذا عديه خلي جعوبنا السنة ليس ما تنبيل بيها مستشفى عامدة عشر سنة شلو الأسباب؟ شلو الماليح؟ انتظر بالعراق أكثر من أربعة أربعة ألاف مليار دولار تخصيص السدة سنوية ثمانية مليار دينار عراقي السدة ليس ما تنبيل بيها مستشفى؟ ما الماليح؟ ثمانية مليار سنويا في عشرين سنة مية وستين مليار من الالفين وثلاثة إلى حد هاي اللحظة إذا قلنا كل مستشفى يحتاج لها فد ثلاث مليارات على مية وستين يعني هاي ثمنتعش مستشفى على أرقى مستوى لحد الآن ما مبنية قبل ما أدخل بالهاشتاغ مشاهدين يا كرام أكو ناس دا يدزون فيديوهات على الواتساب وأكو ناس دا تدز رسائل صوتية بالنسبة إلى رسائل الصوتية رجعنا ونقول أنه ما نقدر نشغل رسالة صوتية لأنه ما عندي إمكانية أن أسمع الناس شنو اللي دازين ناس بالرسالة الصوتية على الواتساب أما الفيديوهات اللي الناس دا تطالب مثلا أنه ننشرها مثل ما شاهدت الناس في فقرة أنت ترى أنت ترى هي المكان الوحيد اللي إذا عندك شي تريد نشرة على شاشة الرافدين دز على ذاك الرقم مو رقم الواتساب المخصص للبرنامج إشلون تحصل الرقم؟ سهلة وين الأرقام طالعها هالسما البرنامج بالمستطيل الأسود؟ جوه أكو شريط أبيض ديفتر بأخبار لو تتابعها إلى الأخير رح تلقى نافذة أنت ترى بها رقمين تليفون أي واحد من ذننا رقمين الدز عليه فيديواتك إن شاء الله تطلع مثل ما سدت الهندية دزوا وطلع لهم هذا الفيديو مشاهدين الكرام الروح إلى الهاشتاغ اللي هو نبدأ ونقول أنه المركز استراتيجي لحقوق الإنسان أكد أنه أزمة الجفاف بالعراق صارت تهدد آلاف العوائل أو مئات الألوف من العوائل أنه ينزحون من مناطقهم بسبب الخطر الشبير اللي يتهدد على حياتهم بجفاف الماء المركز قال أنه العراق يعتبر أكثر الدول بالمنطقة تضررا من التغيرات المناخية يعني لأنه يعاني من تحديات بيئية شبيرة أهمها الجفاف والتراجع بالحصص المائية والتدهور الأراضي والتصحر والملوحة وازدياد نسبة ملوحة والعواصف الترابية اللي تضرب البلد بسبب عدم وجود غطاء أو حزام أخضر وقال المركز أنه التغيرات المناخية أدت إلى قلة زراعة المحاصيل أثرت على أكثر من خمسين ألف نسمة يعيشون بالأهوار ومصدر معيشتهم الأساسية المي وعلى زيادة تلوث البيئي واله السبب أطلق المركز نداء تحذيري إنساني من الهجرة المناخية اللي راح تصير بسبب استمرار أزمة الجفاف والمي بهالأثناء المغردين بالعراق أطلقوا وسم هاشتاغ أنقذوا العراق من الجفاف حتى يأكدون على الحاجة الملحة للتحرك الفوري لاسترداد حصص العراق المائية اللي يعاني بسبب انخفاض كمية المياه الداخلة إلى من دول المنبع وتحويل مسارات العديد من الأنهر وعشرات الأنهر من قبل جارة السوق إيران دعونا نقرأ التغريدات السوية على العراق السومري غرد ويقول أين الحكومة وأين دورها فيما يجري يجب أعطاء هذا الموضوع الأهمية القصوى لتحكمه بمصير أكثر من أربعين مليون إنسان يعيشون على أرض العراق هاشتاغ أنقذوا العراق من الجفاف ورد تقول يعاني الجنوب من جفاف ذجلة والفرات والحكومة لا تحرك ساكنا بالمطالبة بحصة العراق حسب المواثيق الدولية إلى متى هذا التسيب وأهدار حقوق الشعب ليصل إلى رمق الحياة هاشتاغ أنقذوا العراق من الجفاف حسام الأتاب يقول عندما تكون حكومة ضعيفة هكذا تكون النتائج فساد قتل نهب وقلة مياه وضع اقتصادي مزري الشعب العراقي يقتل ببطء الزراعة في خطر بلد النهرين بلا مياه هاشتاغ أنقذوا العراق من الجفاف ومحمد يقول دجلة والفرات يحتضران بظل حكومتنا الخرنقعية سلبوا البلد ودمروا المصانع ورجعوا على تجفيف الأنهار حكومة ضعيفة هزيلة هاشتاغ أنقذوا العراق من الجفاف مشاهدين الكرام كانت هاي تغريدات الناس حول قضية الجفاف إذا نحكي على قضية الجفاف بالتحديد ولو هناللي طلعناهم بالحلقة كلهم مشاكل بس إذا جئنا ونحكي على الجفاف وخلقنا من الماء كل شيء حي آية بالقرآن الكريم المي أهم شيء بالحياة وكل شيء بالحياة يدخل المي العراق سمي بلاد الرافدين لأنه بين نهرين دجلة والفرات دني هنا الرافدين اللي تسمى العراق عليها بلاد الرافدين وقديما كان يسمى بلاد ما بين النهرين دجلة والفرات لكن من 2003 إلى حد هاي اللحظة لا أكو اهتمام بدجلة وروافد دجلة ومنابع دجلة ولا أكو اهتمام بالفرات وروافد الفرات ومنابع الفرات ولا أكو اهتمام همينة بالملتقامالتهم وشط العرب والمصب لأنه لا عندنا عوامل كري أو ما عندنا عمليات كري عفوا ولا عندنا عمليات تنظيف ولا عندنا عمليات تنقية ولا السدود العراقية اللي موجودة واللي هي مبنية في زمن النظام البائد مثل ما هم يقولون صارها أعمار وأكو تهديد على وجودها وإذا وقع واحد من السدود لا سامح الله في حال أكو مي وما انتهى أكو مصايب راح تصير فذن كلهن محتاج أهمية ليش؟ لأنه تعتمد عليها حياة الناس الأهوار جفت والناس راح تطلع لأنه اللي عنده قطيع من الجواميس هذا يريد مي لأنه الجاموس يموتوا بلايها مي واللي معتمد على الزراعة هذا يريد مي لأنه زرع مي كبر بلايها مي واللي يشتغل بالتمن ويزرع تمن وشلب هذا ما يقدر يزرع لأنه الرز ما ينزرع إلا بمزرعة مغطيها المي كأنما فيضان فتخيلوا المي جد مهم وتخيلوا ذول الناس اللي معتمدين على المي وين راح يطون وجههم؟ وإذا نزحوا إلى المدن شنو الكثافة السكانية اللي راح تزيد بلد بعشوائيات لأنه ما بيتنظيم سكاني بزمن ديمقراطيات الاحتلال مشاهدين الكرام نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باتشرب ابن الله انتظرونا في أمان الله اشتركوا في القناة